هذه قصة مهمة للغاية مهمة للغاية عارفين الكابتن كبير كابتن فرنسا مشيل بلاتيني في العصر الزهبي كان عنده كرة الزهبية فاكر مشيل بلاتيني الرئيس الاتحاد الأوروبي تم القبض عليه تم توقيفه تم سجنه ليه لأنه كان متواطئا مع قطر لحساب قطر وإسناد تنظيم بطول الكأس العالم 22 لدويل قطر ايه؟ كان هناك فسادا قد تبدى هذا الفساد بعد تحقيقات وتصريحات أدلى بها بلاتر أوضح فيها أنه هناك اتصال تم بين ساركوزي رئيس الفرنسي في حينه لمشيل بلاتيني أنه يساهم ويضغط في منح قطر تنظيم بطولة كأس العالم 22 لحساب اللوات المتحدة بعد أن قامت قطر بدفع رشاوة واضحة إلى أعضاء في الفيفا واثنين عقد بين الجزيرة وبين اتحاد الدولي لكرة القدم قيمة هذا العقد كما تم ميت مليون دولار ميت مليون دولار إذن قطر على أعتاب فضيحة دولية حيث تبدى ما كان مستورا بين ميشيل بلاتيني بعاز من ساركوزي الرئيس الفرنسي لميشيل بلاتيني بضرورة الضغط على بعض الأعضاء الذين لهم أصوات في الفيفا لمنح قطر ما لا تستحقه لمنح قطر ما لا يمكن تخيله من تنظيم بطولة كأس العالم عام الفين اتنين وعشرين لذلك اليوم في الصحف البريطانية هناك حديث على إمكانية إسناد بطولة ده زي صن البريطانية بتقول إنه احتمال يتم إسناد التنظيم إلى بريطانيا ليه؟ لأنه هناك قضية فساد مكتملة الأركان من أمير قطر الوالد وبين جوزيف بين ميشيل بلاتيني ومين اللي قال لي ميشيل بلاتيني؟ ده الجديد في الموضوع الرئيس الفرنسي ساركوزيه فيه تحقيقات في فرنسا ما فيش حد كله هتبقى الفضايح فضيحة بجلاجل بتنتظر قطر فضيحة مدوية عالمية بتنتظر قطر إيه اللي بيحصل؟ بيقول دفعت قطر عشرات الملايين من الدولارات رشاوة لمسؤولين في الاتحاد الدولي الفيفا والاتحادات القرية المحلية الرئيس السابق للفيفا اللي هو السويسر جزي بلاتر قال إن منح قطر تنظيم مونديال 22 تم بعد تدخل من جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لدى بلاتيني وقال بلاتر غداة الكشف عن اتفاق سري بين الفيفا وقناة الجزيرة القطرية تم انتخاب قطر لتنظيم مونديال 22 بعد تدخل سياسي من جانب رئيس الجمهورية ساركوزي الذي طلب من بلاتيني بأن يصوت مع المقربين منه لصالح قطر الله يفضحكم الله يفضحكم قطريين الله يفضحكم